ترأس وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين وخلال الجلسة أكد عبدالعاطي على العلاقات القوية مع الولايات المتحدة مشيرا إلى أنها علاقات استراتيجية تحرس عليها مصر وتتطلع للعمل على تعزيز التعاون في كافة المجالات واشدد عبدالعاطي على أن الولايات المتحدة قوة عظمى وأن مصر قوة إقليمية مشيرا إلى أن البلدين لديهما مسؤولية في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة ولفت وزير الخارجية إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية يحتل أهمية كبرى لكل البلدين منوها بأن المباحثات شاملة مختلفة أو جهل علاقات بين البلدين في الدفاع والتعليم والسياحة والتكنولوجيا